رغم سنوات عمره القصيرة فنيا إلى أنه نجح في ترك بصمة واضحة وكبيرة في مشوار السينما المصرية بأدوار استثنائية واستطاع أن يسحب البساط من تحت أقدام نجوم الصف الأول بتلقائيته في أداء أدواره حتى ولو كانت ثانوية إنه الفنان الراحل خالد صالح الذي يوافق اليوم ذكرى وفاته في مثل هذا اليوم قبل عشر سنوات فقالت السينما المصرية واحدا من أعظم نجومها الفنان خالد صالح الذي ترق بصمة لا تمحى في قلوب عشاق الفن موهبته الاستثنائية وأدواره التي لا تنسى جعلته شخصية فريدة في تاريخ السينما المصرية إذ أبدع في تكسيد مختلف الشخصيات تاركا وراءه إرثا فنيا خالدا سيبقى محفورا في الذاكرة بدأت مسيرة خالد صالح في مسارح الجامعات حيث اكتشف شغفه الحقيقي بالفن قبل أن ينتقل إلى شاشات السينما والتلفزيون استطاع أن يثبت نفسه من خلال أدوار متنوعة تنقلت بين الرومانسية والكوميديا وأدوار الشر حيث قدم أعمالا مميزة من أبرزهم هي فوضى وعمارة يعقبيان خلال مسيرته الفنية الغنية التي تضم 73 عمل بما في ذلك 32 فيلما و16 مسلسلا حقق خالد نجاحات بارزة في تكسيد أدوار الشر المعقدة لم يكن مجرد ممثل عابر بل كان فنانا بارعا في الأداء يجسد شخصيات معقدة بعمق إنساني يجذب الانتباه لقد أصبح خالد صالح رمزاً للاحترافية والتفاني مثبتاً أن النجاح لا يتوقف عند الأدوار الرئيسية بل يشمل كل شخصية يؤديها مما جعله واحداً من أعظم نجوم السينما المصرية توفي خالد صالح عن عمر ناهز خمسين عاماً بعد تدهور حالته الصحية نتيجة عملية جراحية في القلب ورغم الصعوبات التي واجهها أثناء مرضه لم يفقد الأمل بل استمر في إلهام الجمهور بأعماله المبهرة مثبتاً أن الفن هو ملاز حتى في أصعب اللحظات حيث إنه على الرغم من معاناته الصحية المستمرة لم يتخلى صالح عن شغفه بالفن وواصل تقديم أعماله بإبداع حتى آخر لحظاته ورحل وهو ينتظر عرض فيلم الجزيرة نين ما يعكس روح الإصرار والعزيمة التي اتسم بها طوال مسيرته رحل خالد صالح ولكن ذكراه ستظل حية تذكرنا بأن الإبداع والشغف يمكن أن يخلد ذكريات لا تنسى حتى في أصعب الأوقات يا نور عيني يرى يكن ينبك